ايمان زكريا محمد كم سنة ايمان؟ 22 وليل يحكي لي حالتك يا ايمان وأقريتي حالتك الصحي عبارة عن ايه؟ أقريتي كام عملية حالتك وصلت لفين؟ حالتي برم بين المخ والعين على الغدة النخامية ماسك الأنسجة عملت 14 عملية من وانا 32 ونص ودلوقتي 22 والحمد لله يعني كلهم فشلين معادة ثلاثة عمليات كان بي صحة يعني انت بقساتك باتقت من 19 سنة ومص طيب الورم ده بناء عليك استقصالوا ايه؟ هم بيقولوا احنا استقصالنا بس بيفضل دناته موجود والمشكلة العين بتكبر العين بتكبر وكمان يعني بوقي بردو كان سليم من كتب البنج والحاجات اللي أخدتها حتى البنج معدش بيأثر فيها يعني انا عايز اعرف هو ايه اللي حصل لكل ده؟ يعني انا واحدة كانت طفنة كل اللي كانوا بسمعوا بتعمل العملية وتخفي وتبقى كويسة وكير قفين ده كانت العين الشمال برده شوية عن العين اليمين رحنا لدكتور حسن حنيفة قال يعمله أشعر عملنا أشعر وعمل مغناطيتي قال دوران بين المخ والعين رحنا للدكتور في القاهرة دكتور عمري مامسي مستشفى خاصة قال هنعمل العملية نستقصل الورم ومش محتاج يماوي ونستقصل الورم وخلال ادخلت العملية خارجت طبعا مفيش حاجة استقصلت وبيستقصل جوز لكن مش كله ومش كله دلوقتي كل مرة بعمل العملية بالله العين كبر هم قاعدوا يستقصلوا أكتساء من المخ ولا من العين ولا المشكلة انها اللي أنا عرفتها يعني على حساب كلامه ان الورم ده من نوع نادر جدا اما بيسفتح في المخ علشان يشلوه بيتحرم هم كده علشان ينسكوا يعني هيفتاحوا كله ولا يستقصلوا طب استقصل العين الشمال سيمانا شايفة ايوه استقصلت فين وامتا استقصلت في مستشفى الوطيفة بأسيود طبعا هو كان بيعمل كده حفاظا على حياتي بعت ايه كان حصل ايه اللي خلاي استقصل العين كبرت كده كبرت كده وكانت كده يعني هي طبيعية كده وكانت يعني عين مش مش طبيعية وكمان انه واقض يعني مش بتتحرك ولا بتشوف طيب لازمتها ايه حتى ان الدرم مش بعرف ألبسها حتى كل حاجة مش عارفاه يعني هو فتم استقصلها من حوالي خمس سنة تماما ساعتها قال لي هنعمل العين صناعية متحركة قلت له ميش خرجت من العمليات مفيش العين الصناعية متحركة سقلت ليه قال لي علشان العين الصناعية بتتوصل بالعصب السابع اللي في المخ للأسف تم قطع العصب السابع لذلك الحركة للجسم منه كله مفيش قص الشمال كله وقف بسبب خطأ طبي بسبب خطأ طبي علاجه هيبقى في ألمانيا دا كاترة كتير قالت لي ان هو موجود في ألمانيا لان الحالة دي من البداية لسه مدرستش في مصر حالة نترة حالة نترة ولسه في مصر مدرسوهاش أفلا اما كل التعامل دا كانوا بيجربوا يعني على رأيي دكتور انت حالة المصر دلوقتي علاج في ألمانيا بس هيتكلف كتير هيتكلف قدية تقريبا ممكن يعزل مني فلذلك علاج نفعة الدولة دا ممكن هو الامر يعني لو هم شايفينه استحاقوا وانا من رأيي استحاقوا دي أقالى حاجة ليا رسالتك للرئيس عبدالفتح الساسي والمسؤولين ايه؟ رسالتها اقوله اعتبرني بنتك لو بنتك والاختك كده يعني احنا آخرنا بكل الدنيا دي متر بمتر بيعملوا حاجة صح انتي الحل بتاعي كان حيستقصلوا ايه ولا حيعملوا ايه بقى بره؟ الحل بتاعي اولا هو الحمدلله عن ورم دلوات ما في كلم الوش كله انا مستحيلة خاطر بدي كمان مستحيل يعني انا من رأيي مثلا هم يشوفوا الورم يحاولوا يخفوه شوية يحاولوا يعملوا عين الصناعية وينشاطوا بجنب ده ويحاولوا برضو يستقصل الورم من غير مهيج اللاين يعني استقصل الورم من الكانب اليمين والشمال وتركيب عين الصناعية وعمليات تكميل للورم اه بس يستقصلوا من خلال الشمال بس مش هتجي نحية اليمين حتى نص النظر الفضلي انا راضي امي بس المهم يستقل لان انا ما اقدرش ان نبقى كثيفة ولا ابقى عالى على حد ولا تعالية مديني مهارش يعني انا عند اموت ولا ان اشهده